بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هنخلص اخر من الديفنيشنز بتاعة خواص التربة الفيزيائية او الفيزيكال بروبيرتس وفصيل الا وهي اليونت ويت او الوزن ده اسمه الوزن الحجمي في فرق بين الوزن الحجمي والوزن النوعي ما اتفقنا ان الوزن النوعي اللي هو الجي اس ساعت بيسموا اليونت ويت وحدة اوزان الحكوم او الوزن الحجمي ما فيش مشكلة في نفس التعريف فكلمة يونت ويت او الوزن الحجمي لو احنا بصينا على الصويل المنت اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده والمكونات بتاعته فكلمة يونت ويت او جاما عبارة عن التوتال ويت بتاعت الصويل في حالتها على التوتال فوليوم يعني الو دي على الفيم وعلى فكرة فيه فرق بين اليونت ويت والدنستي ايه الفرق؟ الدنستي عبارة عن ميس على فوليوم يعني الميس بتاعته على مين على الفوليوم اما اليونت ويت فهي ويت على فوليوم الاتنين لو احنا بشغالين بالوحدات اللي هي المترية هيتبو زي بعض يعني لو خدنا مثال جاما بتاعت الووتر جاما بتاعت الووتر بكام؟ قلنا بواحد بس واحد دي ايه؟ واحد جرام على الايه؟ السنتيمتر المكعب لو عايز اجيب بقى رو للووتر اللي هي مين الرو ديت؟ اللي هي الكسافة هي برضك واحد جرام على السنتيمتر برضك مين المكعب لكن لو هنشتغل في الوحدات بتاعت العالمية لا تفرق تفرق ان الجاما ووتر مختلفة عن الرو لو قلنا الرو مسلا بألف كيلو جرام على المتر المكعب لا احنا بنتكلم جاما ووتر بتبقى بكام؟ بتسعة واحد وتمانين بس كيلو نيوتن على المتر المكعب ده الفرق بين الجاما وبين الدينستي بس مبدايا اي جاما في الدنيا عبارة عن الوزن الكل على الحجم مين الكل ولكن السويل ممكن تتواجد على حالة من اربعة الحالة الاولانية ان التربة تكون dry يعني ايه dry يعني ادي السويل المنت بتاعي هنا وقدي السلز اللي عندي وكلها هوا يعني هنا كلها مين air مفيش معاي خير فالجاما في الحالة دي بيسموها جاما ايه؟ جاما dry او الجاما الجافة الجاما dry في الحالة دي بتساوي انت تقولي الو توتل بس الو توتل هنا الو مين اس على الو توتل اللي عندي خلاص مفيش مشكلة وطبعا في علاقة قلنا العلاقات دي مهمة جدا تراجع عليها في خواص الطربة اللي انت درستها في المستوى السابع وتشوف ازاي تثبت ان جاما درايب ساوي جاما موتر في جي اس على واحد زائد اي طيب الحالة التانية احنا قلنا دي الطربة ملها كلها جفة الحالة التانية ان الطربة بتاعتي تكون ملها زي ما انت شايف ادي السوليدز لكن كلها مين مية يبقى ما فيهاش غير ووتر وايه وصوليدز طالما ووتر وصوليدز بس فدي بيسموها جاما مين ساتيوريشن او جاما ساتيوريتد يعني الكسافة المشبعة الكسافة المشبعة ودي بتساوي ايه دابلي توتل قانون بتاعنا ما فيهوش فيه اختلاف هتقول دابلي ووتر اهو او دابلي واسف توتل على الفي مين توتل بتاعتي ده على ده ما فيهش فيه هزار ما فيهش هوا اصلا موجود فيها والقانون بتاعها اللي مفروض برضا كنت تحفظه عشان العلاقات اللي هنشتغل بها بعد كده ان جاما ساتيوريتد بساوي جاما ووتر في جي اس زائد واحد على واحد زائد ايه والاسبات بتاعها زي ما نقول لك ممكن تراجع ما فيهش مشكلة لكن الطبيعي بقى يا شباب ان ايه ان التربة بتاعتي يكون فيها الاتنين اللي هالحالة العادية بتاعتنا اللي احنا متفقين عليها ان فيه وفيه ووتر وفيه اير ففي الحالة دي بيسموها جاما مين ويت وفيه ناس يسموها ايه يعني هي مشبعة بس مشبعة جزئيا يعني فأهمني وفيه ناس يقول لك ايه لا هي جاما يعني ايه مويست يعني هي رطبة يعني فيها شوية مية وشوية ايه هوا يعني فيها شوية مية وشوية هوا في الحالة ديت لا الشغل بقى عادي ان جاما ويت بتاعتي ديت بتساوي مين بتساوي ال W total بتاعتك اللي احنا بنتكلم عليها على مين على ال V total اللي هي W total على ال V total الكسافة بقى او قاسف اليونت ويت بتاعتي بتساوي ايه القانون بتاعها جاما ووتر على جي اس في واحد زائد ووتر كنتنت على واحد زائد مين ايه هو من ده بصي كده ركز معي الجاما ووتر زي ما هي اضرب الجي اس في القوس ده هيبقى جي اس في مين في واحد زائد جي اس في مين في ووتر كنتنت ايه ده جي اس في ووتر كنتنت كانت لسه علاقة احنا ايلنها من شوية او في بارت 2 اللي هو الجي اس في الووتر كنتنت عبارة عن ال S في E فهو شالها وخط مكانها S في E خلاص مفيش مشكلة طيب حلو الكلام ده لو تبصي كويس دي العلاقة بتاعت جاما ووت ديت وبين جاما دراي رصي كده لقى ايه ادي جاما ووتر ادي جاما ووتر ادي جي اس ادي جي اس واحد زائد دي واحد زائد دي ايه ده الحتة دي كلها كده هو هي مين هي الجاما دراي يبقى ممكن اقول ان الجاما ووت بتساوي مين جاما دراي في الواحد زائد الووتر كنتنت والعلاقة ديت بتبقى بتهمنا جدا لما نيجي نتكلم عن مين عن الكمباكشن ازاي تطلع الجاما دراي من الجاما ويت او جاما ويت من الجاما دراي الجاما ويت بتساوي جاما دراي في واحد زايد بيسموها مين دراي ودي بيسموها ايه ساتيو ريشن يعني مشبع ودي حالة مل ها يعني رطبة او مويست اما دي فبيسموها ايه يعني ايه سبمرجد سبمرجد يعني التربة نفسها مغمورة بس مغمورة فين بقى تحت منسوب المياه الارضية بتاعتي تحت منسوب المياه الارضية فبيسموها جاما سبمرجد دي بتساوي ال W على ال V اللي احنا عارفينها بس نقص جاما ووتر ليه نقص جاما ووتر عشان التربة تحت المياه هنا بتتعرض الى قوة طبقا لقاعدة ارشميدس لقوة الايه الطفو يعني فيه قوة بتطلحها لفوق فال W ما بقيتش W عادية لا ده W ناقص مين كمان ناقص قوة الطفو اللي طلع لها جاما ووتر التموة W فيه هنا خلي بالك ان التربة هنا برضك هتبقى كلها مليانة مين او الفراغات كلها مالها مليانة مية يعني دوت ووتر خلاص ماشي ده ووتر تبقى الفرق بين دي وبين دي هنعرفها في السلايدي الجاي بس مبدئيا ان انت لازم تعرف ان الاس برضك هنا بكم بواحد يعني درجة التشبع بتاعتي عندي بكم بواحد لكن ال W على ال V طب انا دي اعرف اني جاما ساتيوريتد طب تيجي نقول ان الجاما ساب ميرجد عبارة عن جاما ووتر في جي اس ناقص واحد على واحد زادي اي او اقول ان الجاما ساب ميرجد بتساوي جاما ساتيوريتد اللي انت جبتها قبل كده من هنا ناقص جاما ووتر لو حطيت جاما ساتيوريتد اللي هي جاما ووتر جاما ووتر في جي اس زادي واحد على واحد زادي اي ناقص جاما ووتر وخط جاما ووتر عامل مشترك هتلاع لك القانون ان هو جاما ووتر في جي اس ناقص واحد على واحد زادي اي 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 ا الفراغات كلها مليانة بالمية والساتوريتد الفراغات كلها مليانة بالمية طيب ايه الفرق بندية وبندية اه لو احنا خدنا قطاع في التربة احنا اتفقنا من الجامعة عبارة عن الو على مين على في لكن لو احنا خدنا ان ده عبارة عن ground water surface او منسوب المياه الارضية فانا عندي هنا الفراغات بتاعتي كلها مليانة مية فبس مليانة مية عن طريق الايه عن طريق الغمر إن هي ملها سبمرجد مغمورة التربة الفراغات كلها مغمورة تحت المية فلازم تبقى الفراغات مليانة مية لكن ممكن المية تطلع لي هنا بالخاصية مين الشعرية تطلع لي لحد هنا مثلا في الفراغات دي وهنا تطلع لي لحد هنا هوت وهنا تطلع لي لحد هنا هوت وهنا تطلع لي لحد هنا هوت فهنلاقي منطقة زي دي كل الفراغات برضك مليانة مين من المية بس مليانة بالمية نتيجة الخاصية مين الشعرية ولا تخضع لمين لقانون الطف يعني ما فيش جاما ووتر بتطلحها الفوق عشان كده ما بنقول جاما ساتيوريت هي عبارة عن جاما سر مرجد نقص جاما ووتر عشان دي بتتعرض لي قوة الطف أما ديت ما بتتعرضش على مين لقوة الطف بتاعتنا لاحظ بقى في المنطقة ديت فيه شوية تربة هنا فيها شوية هوا أهي ده هوا وده مية يعني فيها هوا ومية يعني التربة اسمها جاما ويت أو جاما ميست أو جاما زي ما تعلمنا قبل كده اللي هو فيها هوا ومين ومية فأخبص في الحتة ديت أنا مش لقي مية خالص خلاص يبقى التربة مالها دراي ودي الحالات الاربعة اللي احنا تكلمنا عليها اللي هي أول حالة اللي هي مين التربة تبقى في حالة دراي أو هنا في حالة مالها حالة ويت أو في حالة مالها ساتيوريشن وهنا تبقى الاس بواحد وهنا برضك اللي هي ايه الصب مرجد وعرفنا ايه الفرق ما بينها وما بين الساتيوريتد زي ما انت شايف شكرا